أههم أههم فقط أنت تتمنى أن ابوك يدخل عليك بالدخل ويجدك معه كعبة تاوف غامب كما يدينا ولكن فقمتني الأحلام لك ليس بعيدة لأنها تتحقق ونجعلنا الفيديو مواضحة اليوم بإذن أن يكون لدينا تصدقات الدبابة ونبدأ في أول شيء مع بعضنا إلى ما هي الانبوكسنج ماذا نتوقع أن يكون موجود في هذه الكردونة ايا سيتي لا نضيع الوقت كما نضيع الوقت كما نأخذ الناس لكل وقتنا جميعا جميعا نترابرونيرات وكل ذلك إذن في البوكس كما ترى لتأتي شيء ماذا تنجم تكون هذه الحكاية سوف نكتشف مع بعضنا بعد قليلا بطبيعة لدينا الكتب التي للأسف حتى أحد يقرأهم ولكن هناك معلومات قيمة مفيدة جدا بخلاف هذا الشيء لديك من هنا في هذا الباب الذي يفتح بهذه الطريقة لديك النصف الأول لديك النصف الأول وعندما هنا لديك النصف الأول لديك النصف الأول لديك النصف الأول وهو كذلك وهذا يكون سيدتي سادتي سادتي انتهينا من الانكبوكسينج بعد ما تخلصنا من القشور دعنا ندخلوا في لب هذا الحاسوب دعنا نفحصوا مبعدنا العديد الف داش الف تين في موديل الفين وثنين وعشرين ماذا فيه ستيكس ICD الحاسوب مدجج بـ EZ 12650H زيادة على الكرت غرافيك هي NVIDIA RTX 3050 Ti و معها 8 جيجا رام التي تنجم تردهم 32 جيجا رام و المهم جداً هنا هو أنه الرام 4.8 ميجا هرتز و المهم جداً لأنها تبث الفوتونات في عينك و يرتدون على الشبكية من ثم يدخلون في القزاحية وهو IPS PANEL 10ATP دعوني نفسر لكم الفرق بين 60Hz و 144Hz هو أن الفرق بين إنسان نقص نظر بالليونات و لماذا اللونات؟ يرى أنه يجب أن يكون صحيحة في وقت البيجي سبيكس جميلين و إلى آخره ولكن ما هو آخر تنجم تحكي لنا على TUF-F50 ترى أن أخي بحاجة تنجم تصير للابتوب متع الجايمينج هو وقت الذي يسخن وقت الذي يسخن البيجي سيحاول أنه يبرد روحه و عن طريق أنه ينقص من البرفورمانسه لذلك يجب أن التبريد هنا يكون عنده أولوية أولى قصوة جداً جداً هنا أزويس يعطيهم الصحة يعملون نزوز مراوح في وسط البيجي و ثم أربعة مخارج متع إكزوست متع هواس خون لكي يقعد بارد على أطول مدة والشيء يجب أن تكون مستمرة ومن دون أي انقطاع نحكي لكم على أفازة مهمة في الحاسوب ثم الزر سحري تلغط عليه الزر يتحلق الأرموري كريت الذي هو عن طريقه أقل كثم أبدأت لا يوجد وقته لحل الشباب الشباب معي اللي هنا عاشقوا أطاني حتيوا فيهم بعض موضوع الأبد هذا الشيء يجب أن تأخذ أبسلوت كنترول على الحاسوب كما تنجم ترى معطيات مهمة كما ترى معطيات مهمة كارتجرافية والجي بيو والفريقانسة ومزوزة ومزوزة الرام تنجم تتحكم بالمروحة ثم هناك ثلاثة موات التي تكون لديك السايلينت اسمه على جسمه لديك البرفورمس ولكن التربوات التي لا تريد أن يعمل على خاطر البيسي لا يوجد مربوط بالشارجور وبالطبيعة لا ننصح أي شخص أن يضع البيسي في الشارجور يبدأ يستعمل فيه للغايمين والشياء التي تطلب برشة البرفورمس بارشة أخرى موجودين هناك كما تنجم تتحكم في الديس بلايك كيف تكون الألوان والكونتراست الجوازك لكل الفهمني ثم موت فبيس معناها للعيبة متاع الفبيس من غادي بخلاف الشيء ذلك ثم أورا سينك اللي هو ينجم يسينكي إذا كان عندك قطائع RGB مربوطين بالبيسي متاعك بالتاف نجم تسينكي الإنارة متاعهم كما ترى هذه واحدة من القطائع معناها كما تعلم أزويس على المبادرة الطيبة هذه كما برشة أخرى موجودين فيه كما مثلا أنه يدتكت الجوازات التي تصبهم وهو يبتميزيهم الجوازات بطبيعة حسب القطائع اللي موجودين في البيسي متاعك كما ترى عالم كبير وكبير جداً موجود هناك سينو بالنسبة للبالد بطبيعة البيسي مصنوعة من الألومينيوم لذلك لديه بلاستيك لحد شيء وزيد على ذلك يقالك لديه الميليتاري دورابيليتي لذلك لا يقدر تقوم حرب في البلاد نجم تستعمله كشيلد طويل كنت صور سؤال مهم برشة بالنسبة للمشاهدي ويقول لك باية سيفوائد الباجي هل انه البيسي هذي ليس للاعبة X ولا لعبة Y شوف ما نقول لك لنهي سأول حاجة تعملها انك تاخذ اسم البروستسور والكالتغرافيك لحكايتك عليهم تاخذها من الزوز وتضعهم في رشيرس تتعجب جوجل ومثل يوتيوب تخرجون الكبار وفيديوهات بالنشماركين لكي ترى ما هو البرفرموص التي توقعها من الحاسوب هذي ولكن ما نقول لك في البرفرموص معناها عندك فالورانت لول روكت ليك كاونتر سرايك اي جيم فيها اي سبورتس صدقني البيسي هذي ينجم يشدك ثمانية سبعة عشر سنين القدام على خاطر البيسي هذيكم دي ما يكونوا اوبتميزي لبيسيات متوسطة خلينا نقولوا بشي يضمنوا ان الناس الكل تنجم تلعب البيسي هذيكم سيفو ايد باجي راه وما اللي بدت الفيديو وانتي واو او بيسي طير ومش عارف درشنوه حلتلنا في الجنة غريخي قد يخلص فيك يخلها الدرجة معاشبك حتى تشايف في بيسي بك اولا صحيحوا ما خلصوني ولكن ثانيا انا من بيع شروحي لذا فلنحكي لكم على الحاجات اللي انا برسوني ما عجبونيش برشا في الحاسوب هذي لكن لما حالة شباب نحبكم تفهموا اللي انا جاي من البرسبكتيف متاع انسان عنده دبابة متاع عندي بيسي فيكس وراية مش ظاهر هو طو ولا كنه دبابة لذا انا اللي انا بشيء هم برابور الاكسبريونس واللي انا مستنس به ما عجبونيش باش اولا من الميكرو والكاميرا اذا كانك انت انسان تطمح ولا ناوي انك تولي استريمر ولا كنتنت كرياتور ولا اللي هو ننصحك انك تشري كاميرا وميكرو على خاطر هذا ما يكفيك بشتعمل فيديو لكن ما يكفيك بشأنك تعمل محترف خلينا نقوله كيف يعني بخلاف الشيء الصوت متاع البيسي هدايا حسيته كله نقص شوية بيس واللي لازم يكون معبي اكثر هاتنا سمع ما بعضنا بطرة تقريبا هم الحاجات اللي حكو بره معناه يظهروني في البسيئة ولكن حاجة أبهرتني برشة اللي هي البطر البطر ياسر تطور كثرت لها كنت نحس أنه ينقص قليلا في البطري وبالك يزيدون في الكلفين ولكن هذي كان بالنسبة للابتوب للأزيوس 16 F-15 إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالربيو إذا كانت تحبوا تشاريوا البسيئة خليت لكم روابط اللوطة وفي الأخير بطبيعة نشكر أزيوس على ثقتهم المستمرة ونشكركم على خاطركم بشتشاريوا لابتوبس من عند أزيوس وشكرا على حصل المتابعة والاستماع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة